السلام عليكم شعب رجالكم في فيديو جديد و هل مراتنا هذا الكيس مثل ما شوفون لأمامكم هذا الكيس مشكلة غريبة نوعا ما هل ربطنا بالباور و جينا شغلنا رح يشتغل الكيس اشتغل و مثل ما شوفون رح نحص الصورة على الشاشة وتتجمد الصورة بهذه المنطقة ولو جينا حاولنا الدخول إلى اعدادات البيوز بأي شكل من الأشكال ما يستجيب يتجمد بهذه المنطقة طبعا بعد الفحص وصاحبه يقول انه جرب يخلي له كارت شاشة او ينتزع الكارت شاشة الاساسي اللي عليه يستعد للجهاز خلي نجرب نطفي الجهاز و نجي ننتزع كارت الشاشة خارجي مار الجهاز بهذه الشكل و نخليه هنا و نجي نربط الكارت الشاشة على الكارت شاشة الداخلي و نجي نشغلها مرة اخرى و نشوف شغلنا الكيس على الكارت شاشة الداخلي و حصلنا صورة مثل ما شوفون ولو جينا حاولنا الدخول الى البيوز مثل ما نشوفون اللابتو الكيس قامش تجيب وتظهر عندنا هاي الشاشة ولو ستارت كونترول آل دليت وحاولنا الدخول الى اعدادة البيوز عن طريق ضغط زر الدليت سنشوف انه باستطاعتنا الدخول الى اعدادة البيوز فكنت بادر الى ذهنك انه كارت شاشة الكارت شاشة اللي على الجهاز تالف ولكن احب اقول لك انه جربت كارت شاشة اخر وراح انجربها السسوة وراح انشوف انه راح نحصها نفس النتيجة فخليكم تعبع طبعا جبنا كارت شاشة اخر مثل ما شوفون هذا كارت شاشة ما جديد طبعا 1650 GTX جبت لي غرض التجربة حتى ثبت لكم انه كارت شاشة ما اذا شغل هذا كارت شاشة ولو جين ربطنا محل الكارت القديم بهذا الشكل بعد ما استبدلنا كارت شاشة خلي نشغل عدرا نخي نربط كابل باور كابل تغذية بهذا الشكل نربطه ايضا من خاص بكارت الشاشة جينا شغلنا اشتغل معالج الرسومات الكارت الشاشة اشتغل وحصلنا صورة مثل ما هاتشوفون وايضا يتجمد الماثر بورد بهذه المنطقة ولو ايضا جين ردسنا على دريد سنشوف البورد يظل متجمد بهذه المنطقة الغريب بالشغل شنو اخوان الغريب انه لو طفينا هذا يعني طفينا الكيس وانتزعنا هذا كارت الشاشة وانتزعنا هذا كارت الشاشة وجينا خلينا هذا كارت الشاشة التعبان القديم هذا كارت الشاشة حجمه 1 جيجا لغرض الفحص لو خلينا محل الكارت الشاشة اللي على البورد وجينا ربطنا الشاشة على هذا الكارت الضعيف وشغلنا اشتغل الكيس وعرض الصورة لو دسنا على الدريد ودسنا على الدريد سنشوف انه نقدر ندخل على البايوز وتنحل المشكلة على كارت الشاشة هذا الكارت الشاشة التعبان يعني بمعنى اخر الماثر بورد قاعد يختار نوع الكارت الشاشة اللي يشتغل عليه فهذا الشيء شنو ما يمكن يكون سببه احد اثنين ياما الاسلوت ما البيتس هاي الكسبريس بي مشكلة ياما اما حدنا مشكلة بالبايوز ما للجهاز فرح نقوم بإعارة برمجة شريحة البايوز لهذا الماثر بورد وبعدها نشوف النتيجة سوية خليكم تابعين لو واضح امامكم هنا اخوان انه علينا ادنا شريحتين بايوز على هذا الجهاز شريحة بايوز ماي نعتقد ووحدة خاصة بالريكوفوري رح نقوم بانتزاع الشريحتين وإعادة برمجتهم او نشوف شريحة واحدة اذا كانت المين موجودة على اليسار ننتزاعها ونقوم بإعادة برمجتها واللي ما يعرف كيفية إعادة برمجة شريحة البايوز رح ترك لك درس يظهر امامك على الشاشة السحاليا بأعلى الشاشة خاص بكيفية إعادة برمجة شريحة البايوز رح تستفد مننا اذا دخلت عليها فخليكم متابعين اخوان قد يتبادر إلى ذهنكم لماذا لا رفعت بطارية السيموس لتعادتها لعلها تكون خطأ بإعدادة البايوز او قفلة بالبايوز قمت برفع بطارية البايوز وصفرت السيموس وما حصلت على نتيجة مغايرة فحتى يكون بالعلم مثل ما شوفونا انتزاع المدربورد وشريح البايوز رح نقوم بإعادة برمجتها ونشوف رح نحصل على نتيجة مغايرة او لا فخليكم متابعين طبعا اخوان لقيت ملف البايوز لهذا الموديل على شكلين الشكل الأول هذا اللي قابل للبرمجة عن طريق الUSB فلاش اللي تخطى بالفلاش واتبرمجة عن طريق نهافذ البايوز وبما انه المدربورد شغال عدنا فنقدر يعني انحدث البايوز مالتاع عن طريق قائمة البايوز يعني بدون كار شاشة وعدين نربط الكار شاشة واذا ما صار عدنا تغير بالموضوع او صار عدنا مشكلة طلع عدنا مشكلة بالملف رح نقدر نستخدم هذا الملف البي آي اين اللي راح نستخدمه ببرمجة خريحة البايوز عن طريق المبرمجة اللي هي هذي فخليكم تابعين نربط الفلاش نربط الفلاش بالكمبيوتر بهذا الشكل يفتحوا يعني الفلاش نجي نسده ونرسل هذا الملف على الفلاش نرسله بهذا الشكل قمنا بإرساله ننتزع الفلاش حاليا ونروح ونقوم بعملية برمجة شريحة البايوز عن طريق الUSB خليكم تابعين اللي يسألون عن كيفية تنزيل ملف اللي قابل قابل البرمجة عن طريق الUSB تكتب موديل الجهاز أو موديل البورد اللي الكود اللي موجود على البورد اللي راح يظهر عندك على الشاشة حاليا وتكتب براء عبارة بايوز وندوس انتر راح تشوف انه شركة جيجا بايت توفر لك بايوز الخاص بجهازك بهذا الشكل جي تختار الريفجين الخاص بجهازك من هنا ونفرض 2.1 وتنتظر ثواني ستطلع لك هذه النافذة طبعا تجي على قائمة السببورت من هنا تدوس على السببورت وتنزل تختار النظام وليه يكون 64 وندوس و10 64 بيت بعد ما تختار النظام تجي هنا راح تشوف أربعة تعاريف تدوس عليهم راح تشوف التعاريف الخاص بالجهاز تظهر أمامك وهنا عندك عبارة بايوز تدوس على عبارة البايوز راح ينطيك كل النسخ واصدارات البايوز المتاحة حاول تنزل الأحدث ومثلا ما شفت آني منزل النسخة الأخيرة اللي هي ال-F10A اللي تاريخ اصدارها هو فبراير 25 فبراير 2014 ومجرد انه تدوس على هاي العبارة راح يقوم بخزنها عندك بالمكان التي تريدها وليه يكون مثلا سطح المكتب وتقول له خزن راح يجوفها نزلت عندك بما انه قلنا راح نحدث شريحة البايوز عن طريق ال- النافذة من البايوز نفسها فما راح نحتاج يعني راح نرجع المدربورد محلها ونربط زر التشغيل هذا زر التشغيل نربطها محلها نربط بدون كارشاش راح نحدثه نربط الفان محلها فان المعالج طبعا عندي منبرمجة وقدر أبرمجة عن طريق منبرمجة ولكن أحبيت يكون الدرس بهذا الشكل حتى الأخوة اللي ما عندهم مبرمجة يستفادون من الدرس نربطنا الشاشة وربطنا الكيبورد والماوس نربط كابلات الباور ال-4 و-10 و-4 البن ال-4 البن الخاص بالمعالج وطبعا ما ننسي نربط الفلاش عبر ال-USB ونربط الباور على الكيس بأذى الشكل ونشغل وندخل إلى نافذ الباور عن طريق الدليت بعد أن ندخل على الشريحة الباور نذهب إلى قائمة ال-Q فلاش بالأخير هنا واضحة أمامكم Q فلاش هنا بالأخير وندخل عليها بالماوس Q فلاش وإنتر Q فلاش أوتل نقول نعمل يقول لك update باوض باوض درايف مثل ما ترى باوض الـ BIOS لدي هو F7 الحالي موجود على الجهاز باوض باوض 23 2012 باوض باوض وين باوض وين باون 25 ويقوم بإمكانك إستخدام 4 ميجابايت فلو نقول له أبديت فروم درايف رح يقرأ الابديت اللي بالفلاش اللي خليناه فنقول له أبديت بايوز فروم درايف ندوس عليه بهذا الشكل نفتع الفلاش ونجي نختار هذا الملف اللي مكتب عليه أي عاشرة ندوس عليه رح يشوف انه يقوم بعملية تحدية بايوز ومثل ما تشوفون يقول لي أنت متأكد تريد تحدث بايوز رح نقول له ياس وهو جاي يحدث شريحة البايوز حاليا هنا جاي يقوم بعملية الفوريفاينج أو التأكد من صحة البيانات وهنا يخيرني بين الريبوت وبين الباور اوف رح أقول له باور اوف طفي الجهاز بشكل كامل الجهاز حاليا انطفى خلينا نأتي ننتزع الفلاش ننتزع الفلاش بأذي الشكل ونرجى نربط طبعا كارت الشاشة اللي كان السربي لفريز بعد ما ربطنا كارت الشاشة نحول كابل من الشاشة يعني من كارت الشاشة الداخري كابل الشاشة إلى كارت الشاشة الخارجي ونشغل بسم الله نعمل حاليا نحاول ندخل البيانات مرة أخرى طفل الجهاز طبعا من حاله ونعمل مرة أخرى لأنه حدثنا البيانات نعمل نحاول ندخل البيانات دخلنا إلى البيانات جيدا ومثل ما ترون تعالجت المشكلة والجهاز شغال عندنا هو كارت الشاشة اللي كان مشغال وراح نجرب كارت الشاشة الثاني اللي جبناه وما دعمه أيضا رح نجربه ونشوفون النتيجة بعينكم سوية خليكم تابعين هذا كارت الشاشة الآخر حاليا شغلنا الكيس وهي الكارت الشاشة الآخر نحاول ندخل إلى البيانات مرة أخرى ودخل عندنا البيانات المشكلة نحلت بشكل جذري مثل ما واضح أمامكم وكل مشكلة ما نضع عندنا بالجهاز ولو تنتبهون هنا على البيانات هنا صار 10i اللي هو نزلنا من موقع الشركة وقمنا ببرمجته داخل شريحة البيانات لهذا الجهاز وقبل ما أنهي الفيديو أحب أقول لك لدينا عدة فيديوهات مهمة سأترك لك في صندوق الوصف أرجو أن تشوفها وتستفاد منها ولهنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو إذا أعجبكم الفيديو وتنسونا من الأجهب بالفيديو والاشتراك والقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم بكل جديد كما هيكم سوف قد دائم وقناة قد دائم فيما الله